أما مباراة أستراليا والدنمارك فانتهت بفوز أستراليا 1-0 ما سيوليكي سجل هدف فيه الديئة 60 هدف أستراليا الوحيد بصراحة أستراليا ما عملتش بطولة كبيرة بس لقيت تونس سهلة مباراة سهلة ده كي ثبت النهاردة الدنمارك مش النهاردة بس الدنمارك أداءها مفاجئ في البطولة بشكل عام وخروج منطقي بس الدنمارك في التصفيات في البطولات في الدورة أري incentjan في كل حاجة كي بتعمل مباراة كبيرة جدا لدرجة أن الجميع كان يتواقع للدنمارك واي سربيا تحديداً المنتخبين دول مفاجئات كبيرة في هذا المنديل حتى الآن الدنمارك خرجت وآسربيا على وشك الخروج أكتر اتنين كان العالم كله متوقع لهم أن يكونوا أو هيكون أحدهما الحسان الاسود في البطولة الاتنين أو الدنمارك خرجت وآسربيا على وشك الخروج أداء غريب جدا من المنتخب الدرماركي بصراح أداء غريب طيب